أدلنا البداية بلقاء رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بالرئيس الجديد لميداف حيث التقى في هذا الإطار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد اليوم برئيس الجديد لحركة المؤسسات الفرنسية الميداف جيفروي رود بيزيو والرئيس المفوض باتريك مختان بمقر المنظمة بباريس علي حداد الذي كان برفقة نائبه محمد بيري ومهدي بن ديماراد ورئيس جيل أفسي محمد سكندر وخلال لقائه بنظيره الفرنسي عقب انتخابه رئيسا جديدا للميداف كانت فرصة للتطرق للعلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا وكذا الحديث عن أفاق تعزيز الاستثمار البيني وعرض استراتيجية الحكومة للترقية الانتاج الوطني الذي يحظى بدعم من السلطات العمومية يذكر أن هذا اللقاء يعتبر الثاني للرئيس الجديد للميداف بعد اللقاء الذي جمعه بالوفد الإيطالي وهو ما يبرز المكان الكبير الذي يوليها الجانب الفرنسي للمؤسسة الجزائرية كما تنترج هذه الزيارة للرئيس علي حداد إلى فرنسا في إطار جولة لقاءات دولية مع كبار المستثمرين ورجال الأعمال ومع توجيه الدعوة لحضور قمة اقتصاد المستقبل التي ستحتضنها الجزائر يومي الثالث والرابع ديسمبر المقبل التي ستنظم تحت رعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفريقة ترجمة نانسي قنقر